قتلى ومصابون جراء سيول وفيضانات جارفة ضربت مناطق متفرقة من نينوى وصلاح الدين وديالا وذيقار وواسط وغيرها من محافظات العراق أكثر المناطق تضررا من هذه السيول كانت في محافظتي نينوى وصلاح الدين حيث تضرر أكثر من ثلاثة ألاف منزل في قضاء الشرقات وحده كما تضررت عدة جسور وخرج بعضها عن الخدمة في تلك المناطق وسقط العشرات بين قتيل وجريح ومفقود بينما أجبرت السيول عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم التي اكتسحتها المياه أو أغرقتها بحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق وبالطبع لم تقف الكارثة عند ذلك الحد فالفيضانات الجارفة التي أضرت بالمنازل والجسور كانت أكثر إضرارا بمخيمات النازحين الذين لم يجدوا مكان يحتمون به من المياه التي غمرت خيامهم لا سيما أن أكثر تلك الخيام مهترئة ومنتهية الصلاحية وبينما يشكو النازحون من عظم الكارثة التي حلت بهم تعلن الحكومة والأحزاب استنفارا لإنقاذ المناطق المتضررة أعلان كذبه عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي مؤكدا أن هذا الاستنفار المزعوم لا يتعدى كونه استنفارا إعلاميا فقط فمخيمات حمام العليل والجدعى والقيارة تعرضت لكارثة إنسانية وغرقت جميع المخيمات وتعرض النازحون للإذلال والإهانة في المخيمات من قبل السلطات التابعة لتلك الأحزاب والحكومة المستنفرة التي لم تحرك ساكنا باستثناء بعض البيانات والأحاديث الإعلامية الحديث عن كارثة السيول في العراق يستدعي حديثا آخر عن كم الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي يشل أجهزة تلك الدولة عن تشيد بنية تحتية تستطيع مواجهة كوارث كهذه كما يشلها عن التحرك لإنقاذ المنكوبين بكارثة السيول وبكارثة الفساد الذي أغرق العراق قبل أن تغرقه مياه الأمطار